اشتركوا في القناة الالف يعني صار بدل الارقام كلها صار موجود واحد ك والحمد لله رب العالمين ومن ثم الفضل لكل من اشترك في قناة وساهم في دعمها في هذا الفيديو بخاصة الشكر لكم وان شاء الله تستمروا في دعم القناة للامام طبعا بما انه فيديو الالف راح استعرض سكين عيزالية وصلت قبل عشر ايام وان شاء الله تعجبكم طبعا اعرضت مثلها لكن هي في وضع ممتاز راح نشوفها سوا بسم الله السكين طبعا حبيبة الجميع وهي وكابي خوجة اللي غنى عنها احمد مكي تعرفوها بغنية قرن الغزال هذه السكين وصلت من اليونان والحمد لله رب العالمين بشكل اراءة المقبض هو مقبض سوندلوس او باكلايت من ضمن الاصدار الاول يعني سادة ما في اي حلية ونشوفو من الجهة الثانية الخشب في لون من اللون الفاتح او بسمو الشقار السكين لما نفتحها هذا ختمها ميادا جيرماني والخوجة ما شاء الله حفرها وافي الختم تبع الغزال او الحيوان الاكابي اللي هو القديم اللي ينظر في الى الامع نعمل نزوم عليها اكيد واضحة هيك خنشوف الظهر الظهر المعروف للجميع انه في الفتحة اللي هون اما فتحة بيضوية او مستطيلة طبعا الفتحات المستطيلة هي اقدم اقدم استرات نسكر السكين مع بعض نسمع ما شاء الله هيا الخوجة طبعا للعلم بحثت عنها على فترة طويلة بسبب التواجد في المانيا الشبه يعني مستحيلة تكون بالحالة هاي في الخليج ما شاء الله متوفرة بشكل كبير لكن في بلاد اوروبا نادرة جدا بحكم المكتوب عليها بالعربي وما يحب ذوه يعني فهاي السكين رح تنضم لأخواتها اللي الموجودة هون الأصدار الأول الثاني الثاني الثالث والرابع هاي المجموعة المتوفرة هون في ألمانيا حبيت أشارك معكم هذه السكين في فيديو الألف بارك الله فيكم جميعا على حسن المتابعة وإن شاء الله تستمروا في الفيديوهات القادمة للأمام إن شاء الله رح نشوف فيديوهات نكمل فيها سلسلة عرض جميع أصدارات أوكابي الفيديوهات القادمة رح تكون عن أوكابي ميدن ساوث أفريكا الجنوب الأفريقي بباقي إصداراتهم عرضنا إصدار واحد الآن وإن شاء الله نستكمل ورح نشوف معكم إصدارات لم تروها وهذا وعد من أبو يحيا بارك الله فيكم ونشوفكم في فيديو قادم أخوكم أبو يحيا وكابي تيوب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر